عبر رئيس حكومة الوفاق الليبية فايزة سراج عن أماله في أن يتم رفع حضر تزويد السلاح إلى بلاده التي كانت الأمم المتحدة قد فرضت عليها منذ العام 2011 عقب الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي دعا سراج في تصريحات أدلى بها عقب لقائن جمعه بوزير الدفاع الأمريكي جيميس ماتس بواشنطن إلى رفع الحضر ولو جزئيا لتمكين الجيش الليبي والحرس الجمهوري وقوات خفر السواحل من مواجهة التحديات العديدة التي تواجهها المتعلقة بالإرهاب وتطرف قال سراج الذي يؤدي حاليا زيارة للولايات المتحدة الأمريكية إن الجيش الليبي يفتقر للوسائل والقدرات بسبب حور السلاح المفروض عليه مذكرا بأن الشراكة التي جمعت بين ليبيا والولايات المتحدة في المجال العسكري التي أذمرت استعادة مدينة سيرت من تنظيم الدولة في غرف قياسي وزير الدفاع الأمريكي جيميس ماتس أكد من جانبه على أن بلاده ستواصل شراكة مع حكومة الوفاق الوطني بهدف تصدي الجماعات المسلحة التي تسعى لاستغلال الفراغ الأمني في البلاد كما أنها ستعمل على تشجيع جهود الأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي الليبية ومن المقرر أن يلتقي سراج خلال وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية بعدد من المسؤولين سامين في الإدارة الأمريكية من بينهم الرئيس ترامب ووزير الخارجي ريكي ستيرلسون وتأتي زيارة رئيس حكومة الوفاق الليبية لواشنطن في وقت تواجه فيه ليبيا ضغوطا هائلة بسبب تداعيات أزمة المهاجرين واللاجئين كما تأتي في وقت تتواصل فيه المفاوضات بين الأطراف السياسية الليبية للخروج من الأزمة السياسية المستحكمة في البلاد منذ سبع سنوات وكان سراج قد أكد بعيد انتهاء مشاركته في لقاين جمع رؤساء فارقة أوروبين حول الهجرة غير الشرعية بمدينة أبجان أكد على أن الحل الحاسم لمشكلة الهجرة عبر ليبيا يكمن في تحقيق الاستقرار بها داعيا إلى ضرورة أن تهتم الدول الأوروبية بقضية تنميةه في دول المصدر الأفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية وشدد رئيس حكومة الوفاق على أهمية التعاون والتنسيق لتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا ودول الجوار حاثا المجتمع الدولية على المساهمة بفعالية لمكافحة الهجرة غير شرعية والتهريب بمختلف أشكاله ترجمة نانسي قنقر